لا تزال الجهود الافريقية منصبطة على إيجاد حل للأزمة السودانية التي تقف حاليا على مفترق طرق لتحديد هوية المرحلة الانتقالية في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا أعلن مبعوث الاتحاد الافريقي إلى السودان محمد الحسن لبات عن نصول القوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري إلى توافق على الإعلان السياسي المحدد لهيئات المرحلة الانتقالية بعد لقاءات تمهيدية بين الطرفين لبحث فرص التحول الديمقراطي في البلاد لكن ما الذي أخر هذا الإعلان؟ تقول مصادر بالاجتماع إن ثلاثة مسائل جوهرية تقف حجر عثرة أمام إكمال الصياغة القانونية النهائية يتعلق أولها بالعضو الحادي عشر في مجلس السيادة حيث أصر المجلس العسكري أن يكون مدنيا بخلفية عسكرية في حين تمسكت المعارضة بأن يكون مدنيا يحظى بطوافق الطرفين على مستوى أعضاء رئيس مجلس الوزراء ينشب خلاف آخر ويتمثل في أن العسكريين يريدون أن يكون المرشحون كفاءات وطنية مستقلة وفي المقابل يرغب تحالف قوى الثورة أن يكون النص كفاءات وطنية وبشأن المجلس التشريعي الذي يتكون من 300 مقعد فإن العسكريين يأملون في أن تنص الوثيقة على أن يكون المجلس رقابيا فقط بتجريده من حق سن القوانين في حين تريد قوى الحرية والتغيير برلمانا كامل الصلاحيات لكن ما لم تعلن عنه المصادر وجود توتر كبير لدى العسكريين حيال المجلس التشريعي خاصة فيما يتعلق بنسبة 67% الممنوحة لقوى الحرية والتغيير مقابل 33% لبقية القوى الأخرى وهي النقطة التي سعى المجلس العسكري لتداركها كثيرا عبر دعوة المجالس المحلية في المحافظات لتأييده وتأكيد دوره المحوري في البلاد التي ترفض سيناريو الإنقلاب العسكري وتثبيت العسكري مرة أخرى على حكم السودان وتبقى الصور الصادمة لفضل اعتصام القيادة العامة للجيش تحرك مشاعر السودانيين أكثر فأكثر من هول ما حدث وهي النقطة الفارقة التي يمكن أن تظل محل خلاف بين المجلس العسكري وبين قوى الثورة التي تريد العدالة ومحاسبة المسؤولين عن المزر ما يضع السودان على مفترق طرق ويجدد المخاوف من انقلاب العسكر على التزاماتهم وهي بدعة أصبحت رائجة في المنطقة العربية التي تريد الخلاص والحرية ترجمة نانسي قنقر